انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حسب ما أعلنته السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي في المقابل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جووتيريش عن أسفه للقرار الأمريكي معتبرا أنه كان من الأفضل لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة علها مفارقة أو مقاربة انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان حيث أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي انسحاب بلادها رسميا من عضوية المجلس بعد أن أبلغته عالنا العام المنصرم أن واشنطن ستراجع عضويتها أو حتى انسحابها في حال لم يتوقف المجلس عن الانحياز ضد إسرائيل تزامنا مع ذلك انطلقت مظاهرات في عدة مدن ومناطق أمريكية المنددة بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تزامنا مع حزمة انتقادات وتنديدات دولية وأوروبية حيث دعت المفوضية الأوروبية إلى عقد اجتماع يوم الأحد في بروكسل حيال هذا الملف أنت تغادر بنية الذهاب إلى الولايات المتحدة حيث يمكنك تحسين حياتك وحياة أبنائك ولكن اليوم فإن الأمر صعب لأنه إذا تم القبض عليك يأخذون أطفالك بعيدا وعلى الرغم من أن ذريعة واشنطن لم تتغير إلا أن القراءات السياسية لا تفصل انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان عما يجري في الحدود الأمريكية مع المكسيك حيث أعلنت الشبكة الحدودية لحقوق الإنسان أن البيت الأبيض قد منع مفتشي المنظمة من دخول مخيمات إيواء أطفال المهاجرين غير الشرعيين المفصولين عن ذويهم كما وأكدت المنظمة على أن الأطفال يكابدون ظروفا قاسية في ظل وصول درجة الحرارة في تلك المناطق إلى أكثر من أربعين درجة مئوية وبهذا يترجم الرئيس الأمريكي أقواله إزاء إعادة إعمار عظمة أمريكا من جديد